موسيقى حياكم الله سادة الأكار من جديد الصيرفة الإسلامية في العراق والمنطقة عالم ثاني يدخل في القطاع المصرفي تحاول اليوم كل المؤسسات المالية المصرفية بما فيها المصارف الإسلامية أن تتواكب مع القطاع الاقتصادي خاصة اليوم العراق ما بعد 2003 يحاول أن يجعل من تجارته واقتصاده يواكب كل المصارف الإسلامية هذا القطاع الذي دخل بقوة إلى العراق بسنوات الأخيرة وتوسع بمؤسسات بما فيها المصارف ومؤسسات مالية مصرفية أخرى المنظمات الدولية والمختصين في المصيرف الإسلامية دعلوا من العراق قبله للتجارة العالمية من خلال هذا القطاع أي أن تحاول تلك المؤسسات المالية الإسلامية زج نفسها باقتصاد قومي تحاول من خلال كل الدول بما فيها العراق أن تجعل اقتصادياتها اقتصادية تنموية أتشرف اليوم بالحوار هنا في الستوديو السيدة عبدالله بالعتيق الأمين العام للمجلس العام للبنوغل والمؤسسات المالية الإسلامية يحيكم الله سيد عبدالله شكرا أهلا بك في بلدك الثاني العراقي مرحبا بارك الله يبارك لي سيد عبدالله طبعا تعرف اليوم المصارف الإسلام هي مو وليدة اللحظة بالعراق لكن توسعت بشكل كبير جدا ما بعد الفين وثلاثة كانت اللبنة منها هي المصارف الإسلامية وأعتقد يمكن يعني اتجاوزت الكلاثين مصرف أعتقد هكذا يعني من الكلاثين مصرف إسلامي بالعراق تحديدا بس خلي أبدأ بالعراق بعدين أعرف أتوسع بملفات العلاقة كصيرف إسلامي أنا يوم أريد أعرف أنتم قريبين من هذا القطع وأنتم تراقبون أيضا قطع بدقة كيف تقيمون اليوم العمل المصرف الإسلامي في العراق أولا شكرا على الاستضافة ونحن سعيدين بتواجد هنا في بغداد في هذه الفعاليات هذه اليومين طبعا علاقة المجلس العام مع العراق والقطاع المصرفي العراقي والبنك المركزي العراقي مليست جديدة ومنذ سنوات لدينا علاقات وطيدة مع السلطات هنا والقطاع المصرفي أظن القطاع المصرفي في العراق بدأ يتعافى أكثر بعد مرور تعرفون السنوات الماضية فيما يخص القطاع المصرفي الإسلامي خصوصا أظن هو في حالة جيدة لكن هناك بعض الأشياء التي يمكن أن يشتغل عليها أكثر وهناك فرص أكثر ممكن أن يستثمر فيها ومن بين الأشياء التي نحن نشتغل عليها ونشتغل مع المسؤولين هنا في العراق وهي على هذه الأشياء هناك بعض التحديات التي يجب كذلك التغلب عليها ومثلا المواضيع مثل الحوكمة لامتثال إدارة المخاطر الشفافية في المعاملات والمعاملات الدولية أظن هي من بين الأشياء التي جد جد مهمة ويجب أن ننكب عليها بطريقة وشكل ممنهج طريقة أكثر حرفية لحقيقة استغلال الفرص الموجودة في القطاع المصرفي الإسلامي أنا فوت هذا منفرد أخذ بشكل أوسع عن موضوع التحديات والعمل للصيرفة لكن تقييمك ربما أشرت بعض الملاحظات التي يمكن أن تحاول بها الصيرفة الإسلامية في العراق اللي هو بها لكن اليوم الحديث أقلها ليس فقط في العراق حتى في الدول الأخرى كدول منطقة كدول إسلامية يعني ما جاي يعني يتوازنون بين المصارف الإسلامية والتجارية يعني يقول لك المصارف التجارية ربما تكون أكثر جدارة من المصارف الإسلامية مصارف تجارية هناك حديث آخر يقول لك لا المصارف الإسلامية أثبتت جدارة أكثر من التجارية شبه هذا الرأيين إحنا شون نقدر نفسره هو منه الأجدر ومنه يعني كل من اللي ياخذ قطاع اللي يشتغل به لكن مراقبون يقول لك لا كل واحد عمل احنا ريد هنا نفسر او شوشن الاختلاف بين التجاري والإسلامي بشكل عام مو بالضمن لنا تعرف كل دولة لها قوانينها وآلياتها لا نحشب كقطاع مصر في شكل عام ومن الأجدر بالحقيقة الإسلامي ولا التجاري سؤال سؤال وين هنا في الحافيقة لا نعتبر أنفسنا في سباق مع القطاع البنكي التجاري ليس هكذا كما نرى الموضوع الصيرفة الإسلامية كما بدأت وممكن لكي نفهم الموضوع هي ليست هي وليدة ممكن او كما نعرفها حاليا من السبعينات 73-75 رغم أنه كانت هناك بعض المحاولات قبل ذلك في الستينات لكن يعني بدأت بطريقة بالشكل كما نعرفها عليه الآن في أوسط السبعينات يعني هي نسبيا ما ممكن نقارن مع قطاع مصرفي تقليدي لأمره مئات سنين لكن خصوصيتها وأشياء ممكن ممكن نتكلم عن الخصوصيات أو أشياء يعني منذ نهضة منذ بدء المصارف الإسلامية ممكن أن أعطي بعض بعض التواريخ يعني منذ بداية أو أوسط السبعينات هذا كان البداية بعدين في أوائل يعني في التسعينات وآلفين بدأت إنشاء مؤسسات البنية التحتية للمصرفية الإسلامية بما فيها هيئة المراجعة والمحاسبة في التسعينات في أوسط السعينات تلتها مجلس خدمات المالية الإسلامية في بداية ألفين كان المملكة العربية السعودية أعتقد مملكة العربية السعودية مشتركة طبعا في كل هذه المؤسسات هذا كان في ماليزيا مجلس خدمات المالية الإسلامية في ماليزيا هيئة المراجعة ومحاسبة وما يسمى ما يعرف بآيو في البحرين وبعدها مجلس العام كذلك في ألفين واحد تقريبا نفس الوقت مع مجلس خدمات المالية الإسلامية في البحرين هذا أعطى ممكن قفزة نوعية أو نظم عمل نظم العمل نظم العمل تعطي البنية التحتية للقطاع المالي اللي هو موجود في القطاع التقليدي لأعبر هذه الملاحظة سيد عبد الله أصلا كان موجود مثل النافذة الإسلامية أو جزء من المصارف التجارية كان أكو شيء تعلق بصيرفة إسلامية كجزء يعني في الحالة أو مشترك مع المصارف التجارية صح كان موجود في بعض البلدان في بعض البلدان مثلا في بعض الخليج بدأ في ماليزيا مثلا الصيرفة الإسلامية في تمانينات تقريبا كبنك مستقل وبعض الأحيان نوافد هنا وهناك لكن بشيء يعني أنت ما عندك لما ما تكون قوانين ما في يعني قوانين محاسبية تشريعات للمراقبة ما يكون خلال يعني ما يكون نمو وطيد وفي توازن بعد بداية هذه المؤسسات وبالخصوص يعني لأظن بداية 2000 وبالخصوص 2010 بعد 2007 2008 والأزمة المالية العالمية ظهر شيء ملاحظ وإني حتى المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي اكتشفوا أن المصارف الإسلامية صمدت الأزمة المالية أكثر من مصارف تجاري يمكن هذا عطاها القوة أو عطاها الفور القوي الذي يزج نفسه بالاقتصاد العالمي صح عطاها نظرة إيجابية شوف بدأ هناك يعني نهتم بدأت دول أخرى تهتم حتى دول إسلامية أو عربية تهتم بهذا الموضوع وشرق آسيا وجنوب آسيا ثلاثها بعد ذلك في 2010 وصل الصيرفة الإسلامية تقريبا واحد تريليون دولار أحد تريليون على تداول أو لا أصول 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 المصارف الإسلامية والسكوك كذلك وقطاع المالية الإسلامية عموما الآن بعد يعني قفزة لا توجد لا توجد في أي قطاع لا اقتصادي ولا مالي ولا أي شيء هذا ماذا يظهر يظهر أن هناك حاجة للصيرفة الإسلامية رغبة للصيرفة الإسلامية من قبل العملاء من قبل الجمهور لأن لها خصوصيات لذلك لا نقول أن عالميا أو على الأقل حاليا الصيرفة الإسلامية ممكن عالميا أقل من 2% كأصول مصارف لكن دور المصارف الإسلامية دور مهم بحيث تشتغل مع الاقتصاد الحقيقي معاملات تجارية معاملات بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعني أشياء ممكن لها خصوصيات أكثر في العمل بالتعامل أنا أفوت للمنتجات التي تتخصص أو التعاملات الإسلامية عمد آخر وقتها لكن أنا أعدي سؤال على مهام عملكم بس دعني أتجاوز وأذهب لي سؤال آخر في ظل هذا الانفتاح ما بعد 2007 أو 2008 ما بعد الأزمة المالية التي تحققت طفرة نوعية للصيرف الإسلامية هناك من يظن يظن أنه هذا الانفتاح بالصيرف الإسلامية يعني يواجه بالرفض من قطعات أخرى يعني يقول لك هذا لا يتلائم مع اقتصاديات دول أخرى أنت يمكن أن أشرت أن الصيرف الإسلامية تتعامل بأليحية مع نفس الاقتصاديات ونفس التلاو مع المصارف التجارية لكن هناك آراء من مختصين تتحدث بأن الصيرف الإسلامية لا تتلائم مع اقتصاديات دول أخرى أن الدول الأخرى تتعلق غير الإسلامية الدول الأجنبية هل بالفعل أنه صح أنه ما يسمح أنه دخول هذه المصارف أو العمل بها بيبي دول أوروبية أو دول غير إسلامية؟ لا أظن أنه غير صحيح لأنه لا أرى أي شيء طبعا المصارف الإسلامية بطبيعة عملها لا تشتغل في أدوات مثل المشتقات يعني بس هذه ليست أدوات تخص يعني الاقتصاد الحقيقي وعندها بعض الأشياء التي لا تشتغل فيها لكن الاقتصاد يعني الاقتصاد وااسع وكبير وعدد من الدول حتى من الدول الغربية أدخلت الصيرفة الإسلامية في قوانينها وتشتغل مثلا في بريطانيا وفي دول أخرى هناك دول يعني مثلا دول لديها أقليات غير مسلمة أو أقليات حصة يعني كبير مثلا مثل ماليزيا ولو دولة مسلمة ممكن 60 أو 70 فيها من المسلمين 70% أو 30% ممكن غير المسلمين عملاء البنوك الإسلامية هناك أكثر من 50% 50 إلى 60% من العملاء من غير المسلمين لماذا؟ شعروا أن هذه المنتجات حقيقية تعمل بشكل صحيحة منتجات تلبي رغبات خاصة وتمول الاقتصاد الحقيقي وهناك منتجات أظن هناك الآن لا يوجد أي عمليات يعني تجارية أو اقتصادية لا يمكن للمؤسسات المعليات المعليات الإسلامية أن تعويلها يعني ما كانت يوم خليكون أكثر ما كانت يوم أنه الصرفة الإسلامية تحديثا ما كانت هي عائق أمام أي منتج أو أي دولة لا تتعامل بالشريعة الإسلامية ما كانت عائق أنا أقول لك مثلا يعني ممكن تستغرب لو قلت لك أنه مثلا البنك من طوك من اليابان يشتغل بيستيرفة الإسلامية يعني ممكن ما يشتغل يعمل معاملات في الخليج يعني في اليابان ممكن بنك من كوريا يعني ما فيها لمسلمين ولو حتى عندهم بعض الأحيان تعصب من الناحية الدينية لكن فيما يخص القطاع المالي واقتصادي ما عندهم يعني في بنوك كبرى تشتغل بهذه الأشياء ليس بالضرورة في بلدانها لأنه ممكن ليس لديهم يعني سوق هناك خاص لهذا لكن في كما قلت بنوك في نمورا بلدانها المجلس العام بنوك المؤسسة المالية ما هي طبيعة عمل للمجلس العام يعني أني أشرت لي بعض المؤسسات اللي خرجت ما بعد عرفين وعضي الخدمات الإسلامية والمحاسبية تحديداً بالمجلس العام بنوك إسلامية المالية ما هي طبيعة عملكم شنو الأدوار اللي تتقومون بها لدعم الصيرفة الإسلامية هو مجلس المجلس العام هو أولاً وقبل كل شيء منظمة تضم البنوك بنوك تجارية الإسلامية يعني في هو يمثلها عالمياً مع المنظمات الدولية ومع الأطراف الأخرى مع السلطات الرقبية والإشرافية وكذا في هذا الإطار طبعاً مجلس إدارة المجلس العام في أعضاء من عدة دول من 15 دولة تقريباً حتى من العراق في عضو في مجلس إدارة الأشياء يعني يحدد مجلس إدارة يحدد الاستراتيجية للمجلس العام وهي تنطوي على عدة أهداف أولها هو ممكن دعم الصيرفة الإسلامية بمعناها الأخلاقي والتنمية المستدامة في الصيرفة الإسلامية نقوم بهذا العمل ضمن إيجاد دليل مثلاً دلائل للتنمية المستدامة وكيف يدخلها في العمل المصرفي دليل للمقاصد الشريعة أو تطوير المنتجات المالية الإسلامية يعني إصدار بحوت تخص الأهداف الاستراتيجية للمجلس العام هذا من ناحية من الناحية التانية كذلك فيما يخص البحوت هو مواكبة المستجدات مثلاً الابتكار والتكنولوجيا هذا كذلك من بين التحولات الرقمية من بين المهام التي نشتغل عليها كذلك في إطار مشاركة الخبرات بين المؤسسات المالية الإسلامية من إدلال إليها أحجام مختلفة واهتمامات مختلفة نقوم به عندنا مجموعة عمل الابتكار والتكنولوجيا ونقدم كذلك نشتغل على دليل للتحولات الرقمية نظر في تكنولوجيات مثلاً الأتمتة والتكار الاصطناعي والبيانات الكبرى كيف يتم استخدامها في القطاع المصرفي والإسلامي لتكون هناك نجاعة في العمل وكفاءة أكبر فيما يخص هناك الشق الآخر وهو التوعية توعية المصارف والجمهور عموما حول حول المستجدات نظام مصرفي الإسلام نظام مصرفي الإسلامي من جهة ومستجدات التي تخص المالية عموما وممكن يكون تأثير عليها في القطاع المصرفي الإسلامي حالياً أو مستقبلاً ونشتغل في هذا الإطار مع منظمات مثل لجنة بازل الإشراف المصرفي أو ايوفي أو مثل خدمات المالية الإسلامية حول القوانين والمعايير التي تخص القطاع المالي لننبههم على ممكن تأثيرها على القطاع المصرفي الإسلامي وكيف التفادي هذا الشهر الفصل الآخر وهو قطاع التدريب والكوادر البشرية هذا قسم جد مهم ضمن عمل المجلس العام حيث لدينا عدد من الشهادات المهنية لأننا نعرف أنه دائماً دائماً نرجع إلى الكوادر من الحاجة إلى الكوادر ومواكبة ومواكبة تطوير تطوير الأعمال ونمو القطاع المصرفي الإسلامي بجل التفاصيل يعني مش قطاع المصرفي الوحدة بس هناك كذلك قطاع تأمين الإسلامي والتكافل أو إدارة الثروات هناك إصدار السكوك وأشياء أخرى يعني يجب لي كي يكون نظام متكامل يجب أن ينمو بكل تفاصيل طيب ربما سال يسأل يقول لك أنا هس القطاع أتكلم تقريباً العراق أو حتى على دول منطقة نأخذ العراق مثلاً رغم تقدمها هذا لا ينكر أنه المصارف الإسلامي أو المؤسسات المالية المصرفي أثبتت وجودها وجدارتها في الاقتصاديات العالم مو بس بالعراق لكن ربما يسأل يقول لك ما هي الإضافة التي إضافتها المصارف الإسلامي أو المؤسسات المالية المصرفي للإقتصاد يعني ما هي الإضافة التي إضافت بمتجاتها بالطرق تعاملها ما هي الإضافة على القطاع المصرفي ما هي الإضافة التي حققتها ممكن هذا سؤال جد مهم وهناك أشياء حقيقية أضيفت في عدد من الدول أول شيء ممكن أقول وهو الشمول المالي تعزيز الشمول المالي كما تعلمون هناك يعني فئات من الخصوص في الدول العربية والدول المسلمة لا يشتغلون مع القطاع المصرفي التقليدي اللي عندهم بعض القناعات أو يشتغلون بطريقة غير يعني لا تتلاءم مع مرغبات الزبو نعم ما يستقردون ما يطلبون تمويلات أو كده هدو هدو حقيقة فصيلة خارج عن القطاع المالي إيجاد المصارف أعداد كبيرة جدا أعداد أعداد كبيرة مثلا حتى في بعض الدول مثلا أعطيك مثال من المغرب كان حديث حتى هو في القطاع المصارف الإسلامية منذ ممكن بدأوا رسميا خمس ست سنوات يعني بعد خمس ست سنوات وصل ممكن تمويلات تكلم عن تمويلات ممكن فاتت 2.3 مليار دولار إن إضافي هذا هذا صاف تحول قسم كبير منه كان ممكن لن يلجأ إلى المصارف الأخرى للتمويل لذلك أنا قلت نحن لا لسنا في سباق مع القطاع التجاري التقليدي بس نكمل في المجتمعات دعنا نسمي رغبة زبون ممكن رغبة زبون طبعا اللي يرغب بالإضافة إلى ذلك هناك أشياء يعني تضاف حقيقيا وهي اتصال يعني الصيرفة الإسلامية بالاقتصاد الحقيقي مبادئ التنمية المستدامة تدخل هي في إطار في جينات الصيرفة الإسلامية العمل الأخلاقي إحنا لا نقول أنه قطاع الآخر ليس في بس من الضوابط من الضوابط ضوابط الملزمة ملزمة على القطاع المصرفي الإسلامي أنه في بعض العمليات ما يشتغلون فيها في بعض المعاملات لازم يكون أكثر دقة وهذا يعطي إضافة نوعية للصيرفة الإسلامية ومن هذا الإطار نلاحظ كما قلت في جل دول التي بدأت فيها المصارف الإسلامية هناك نمو ونمو يعني يكبر يوم بعد يوم سنة بعد سنة وحسات سوق في كل الدول التي نشتغل فيها تنمو أكثر من حسات السوق في القطاع على مجتوى الأسهم يمكن الأسهم ينافس السلف الإسلامي يعني في بورصات العالم في لا في طبعا في أنا في الحقيقة ما أتكلم هنا عن حسة يعني حسة السوق في الأصول أصول تنمو بطريقة أكبر ما ينمو القطاع المصرفي عمو بقياسا بالوقت قياسا بالوقت وقياسا بمثلا القطاع المصرفي العادي إذا كان مثلا القطاع العادي ينمو 3% أو 4% أو 2% تجد قطاع المصرفي الإسلامي في بعض الدول التي بدأت يعني قريبا حديثا وممكن 15-17% أو 20% في دول أخرى التي يضع يعني فيها نضج مثلا في الخليج تجد 7-8-9% يعني أكثر من القطاع التجاري التقليدي وممكن أقل بنوعا ما من ما يعلي في دول حديثة العمل احنا بالحديث على الدول المختلفة أنا على المد أخذ فكرة عام بعدين أفوت للعراق يعني تعرف لكل دولة نتكلم عن الدول الإسلامية والغير الإسلامية لكل دولة لها قوانينها وتشريعاتها وأنظمتها ومطاع المصرفية طيب هو نهج الصرف الإسلامي نهج واحد وطريقة واحدة بس هذا شنون رح يتواكب بعد تشريعات وقوانين كل دولة مثل عراق خلى قانون للمصارف الإسلامي ماليزيا مصر الخليج لكل دولة هذا ما رح يضار بي العمل المصرفي يعني كأكاق الطعام لهو النهج واحد والطريقة واحدة باستخدر في التشريعات وشون بالضبط هذا كان ممكن قبل مثلا في بداية العمل المصرفي الإسلامي كان هذا النوع من المشاكل لماذا لأنه لم توجد معايير في ذاك الوقت بعد إيجاد أيوفي في البحرين ومجلس خدمات المالية الإسلامية في ماليزيا يعني الهدف من هذا المنظمات شنون القطاع المصرفي عموما تحت منظمات دولية مثل لجنة بازل للإشراف المصرفي لتصدر معايير احترازية وإدارة المخاطر للقطاع المصرفي عموما هناك فيما يخص القوانين أو المحاسبية والمعايير المحاسبية الفرس اللي يصدر المعايير الخاصة دور هذه المؤسسات مجلس خدمات المالية الإسلامية ماليزيا أو الهيئة المحاسبة والمراجعة في البحرين وهي النظر إلى خصوصية المصارف الإسلامية وبلورت مهايير خاصة إذا احتجنا إلى ذلك مثلا في بعض الأشياء الفنية نقول إدارة المخاطر هل هي نفسها بالنسبة للجاري هناك بعض الخصوصيات في المصارف الإسلامية لذلك هناك معيار خاص بإدارة المخاطر موضوع الحوكمة نحن نتكلم عليه في هذا اليومين الحوكمة هناك حوكمة الشركات عموما هناك بعض الخصوصيات في القطاع المصرفي لكن هناك كذلك خصوصيات إضافية في القطاع المصرفي الإسلامي لكن هي موجودة المعايير موجودة إذن لو أخذنا الآن مثلا دول مثل ماليزيا أو في الخليج هي عندها إمكانية تطبق نفس المعيار الذي يطبق في الخليج أو في لأنه موجود المعيار موجود في كل هذه الدول موجودة فيها وإحنا مثلا في المجلس العام لدينا في مجلس إدارة عندنا كذلك ممثلين من ماليزيا يعني نمثل كل البنوك عبر العالم والتي توحيد الرؤى وأحسن الممارسات لا في القوانين أو حتى في العمل المصرفي يعني ما يضارب مع قوانين تشريعات الدول التي تشتغل به هو يكون دائما في الأول تكون بعض الصعوبات لأنه النظام هو النظام قائم منذ مئات السنين لما تبدأ لازم تشوف تدرس لأنه مثلا مثلا مثل بسيط في بعض الأحيان تبدأ البنوك في بعض الدول تكون هناك بعض الحواجز أو بعض المعيقات فيما يخص نظام الدرائب لأن البنوك الإسلامية ستتعامل بالتجارة ستتعامل بالأصول الحقيقية الموجودة هذه المعاملات ممكن يكون تأثير أكبر للدرائب عليها لذلك يجب بعض الأحيان وهذا ليس شيء التحديات التي تواجه الصيرف الإسلامية لكن خلي أفوت شوية بالعراق خل أفوت للعراق تعرفوا اليوم مثل ما قلت أنه بعد ثلاثة سنوات قليلة هي برزة الصيرف الإسلامية بشكل كبير جدا في العراق وأسست مصارف حقيقية وهاي المصارف الإسلامية بالحقيقة وبشهادة البنك المركز العراقي أضافت شيء للقطاع المصرفي العراقي باعتبارها هاي مصارف أثبتت جدارتها بالتعاملات لكن هاي المصارف الإسلامية مثل ما ذكت بالبداية تحتاج إلى بعض الخطط التي تنميتها شنو اللي ممكن ينهض عمل قطاع مصرف الإسلام في العراق خاصة العراق تعرف له خصوصية اليوم ما بعد الأزمات اللي مر بها اليوم يشهد استقرار سياسي ويشهد الحمد لله استقرار أمني واليوم عدنا نهضة كبيرة فحاجة إلى العراق يحتاج إلى هاي المصارف شنو اللي ممكن اللي نهض القطاع المصرفي الإسلامي في العراق أظن أظن هناك عدة أشياء هناك ممكن أشياء داخلية هناك أشياء خارجية داخليا أظن كما تعلمون هو القطاع المصرفي الإسلامي ممكن في بعض الأحيان تكون هناك بعض النظرة على مثلا مواضيع الحوكمة والامتثال أو ما إلى ذلك أضمن خصوص في منطقة في منطقتنا هنا لازم على البنوك ومؤسسات المالية الإسلامية أن يشتغلوا أكثر على مواضيع الحوكمة الامتثال وإدارة المخاطر وبالإضافة إلى هذا يعني تبني الشفافية في التعامل لا في الدولة ولا دوليا لأنه ما ممكن نشتغل يعني بمنأة عن الدول الأخرى والآن منطمات دولية ودول أخرى وبنوك كبرى أخرى ممكن تهبس العمل معك ببساطة لأنها ليست لها ثقة ليست لها ثقة كافية أو ليست لها مدخول كافي من الدولة ممكن تقطع معاملات مع الدولة ما عندها تشوف مثلا بنوك في أمريكا وأوروبا بنوك حجمها تريليونات من الدولارات ما تحتاج لبنوك صغيرة مثل هذا لذلك يعني يبقى الدور على البنوك الإسلامية أن تظهر أن تكون عندها شفافية شفافية أكبر نطلب أنه ما عندنا شيء يعني نخبئه في العمل أو تدليس أو أي شيء ولهذا تعزيز الحوكمة لإمتثار إدارة المخاطر والشفافية أظن شيء مهم أكبر الشيء الثاني ممكن خارجيا أو حتى داخليا بالنسبة للعملاء وتنويع المنتجات يجب الآن هناك في الصيرفة الإسلامية إمكانيات إيجاد منتجات كبيرة الاقتصاد أظن العراقي الآن يحتاج إلى يعني النهضة بالاقتصاد بالصناعة بالنصاء بالصناعة بالفلاحة بأشياء وكلها منتجات موجودة ممكنة أنتم موويل بشاريع موجودة بالقانون وبالقرارات الإسلامية موجودة يعني أشياء موجودة الآن بس يجب تطبيقها يجب تنمية الكوادر البشرية في هذا الخصوص للعمل على إيجاد منتجات تلبي الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد العراقي الآن أنه الآن في نهضة وفي تطور أكبر يعني بعد السنوات لمرة يجب على البنوك الإسلامية أن تواكب هذا التطور هذا الشيء من ناحية الداخلية ناحية خارجية أظن يجب لانفتاح أكثر على القطاع العالمي المالي خارجي في المنطقة أو أكثر بالمهاملات وبالشفافية أكبر كما قلت يعني مثل ما قلت أنا علاق يكون عندها خصوصية بهذا الملف خاصة بملف القطاع المصرفي لكن يبقى هذه نظرة المؤسسات المالية الأخرى أحيش البنك الدولي صندوق النغم الدولي تعاملاتنا يوم بالدولار هي أغلبية وزارة الخزان الأمريكية يبقى هذه النظرة هي نظرة مريبة يسمى مختصة نظرة مريبة للصيرف الإسلامي نبس العلاقة يعني مثل ما قلت هي موجودة هذه النظرة مريبة للصيرف الإسلامي خاصة بالدول الإسلامية باعتبار أكوعتهم يعني أحداث يربطوها دائما أحداث أمنية يربطوها أحداث أمنية سياسية يربطوها يبقى هذه النظرة الكبيرة جدا تبقى هذه النظرة موجودة يعني نظرة صيرف الإسلام مارد أفوت لدولتي لو لا صيرف الإسلام احتثت وجودها بو بس العراق حتى في دول المنطقة لا هو كما قلت موضوع مثلا ما نسميه بال تجنب المخاطر الذي يقع مع البنوك المراسلة هذا موضوع ليس في العراق فحسب يوجد في دول أخرى أعرف بنغلاديش السودان أو دول أخرى فيه عدد من الأحيان بدون أسباب كما قلت لأنه إذا لم البنك مثلا في أمريكا الذي المراسل للاستعمالات بالدولار لازم تتمر عبر البنوك الكبرى هناك إذا لم تكن له ثقة في المؤسسة في المحيط في قطاع المالي في المنطقة ممكن هو يحبس المعاملات لكل قطاع يمكن أكو تحديات وعواقب شنو التحديات العاقب اللي تواجه سيرفة إسلامية أنا ما دعش بس بالعراق حتى بدول منطقة شنو اللي شنو العائق اللي ممكن هذا العائق أو هذا التحدي وراح يوقف السيرفة أو العمل بالقطاع المصرف الإسلامي شنو التحديات اللي تواجه ممكن يتوقف وما أنت ما يعمل أو ما يواجه أو ما يواقب التطور الاقتصادي يعني يعني بسرعات حتى بدول منطقة يعني يعني اللي يوقف ما في شيء يوقف القطاع المصرف الإسلامي في بعض الأشياء ما تساعد على النمو يعني لما يبدأ في منطقة لو كانت هناك مثلا التحديات فيما يخص القوانين التشريعات فيما يخص الدرائب إذا لم يكن هناك بعض تعديلات ليس لإعطاء المزايا لكن ليكون تعامل بمثل معها كما قلت مثلا في موضوع الدرائب في بعض دول بعض دول أوروبية إذا لم تدخل بعض التعديلات في درائبها أو في مثلا القيمة المضافة بما أن البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية يشتغلون بالتجارة خصوصا القطاع الحقيقي يكون في التعاملات يكون بعض الاختلاف يكون بعض التأثير ممكن تكون معاملة عندها تكلفة أكبر بس إذا عملوا بعض تغييرات تتجيب هذه الدول بتعديلاتها في بعض الدول طبعا تستجيب في بعض دول التي لديها رغبة مثلا في بريطانيا مثلا أقول لك حتى ممكن تستغرب أقول لك في هونغ كونغ منذ كم سنة كم سنة عملوا إصدارات للسكوك هناك في هونغ كونغ ما في مسلمين أو قليل قليل عدد المسلمين هناك لكن اهتمامهم بالسكوك وبما أنه مركز مالي عالمي ما ممكن يعملوا إصدارة السكوك بدون تعديلات في القوانين اضطروا اضطروا عملوها وعملوها يعني ليس شيء تغيير جوهرية لا لا ليس شيء تغييرات جوهرية يعني في بعض تعديلات تعملها لتجعل الإصدارات ما تكون عندها تكلفة أكبر من إصدار سندات العادية يعني عرفوا أنه هذا يعني تخي نقول اليوم الصلف الإسلامي أصبح صيرفة أو قطاع رائج ويجب التعامل له بجدية يعني هذا يقودنا السؤال يمكن آخر يعني توقعاتكم للصيرف الإسلامي هل هي في نمو مستمر يعني أنت ذكرت أكو دول مثل المغرب سنقول زادت بنسب كبيرة جدا قياسا في قطاع المصرفي التجاري أنا أنظر منها لخمسة إلى عشر سنوات هل تتوقعون زيادة بنمو سواء أصول المصارف الإسلامي أو كمؤسسات أقصد مصارف مؤسسات ما أكو زيادة بيها وين تتوقعون بيها جزء بالعالم يعني هل تكون بالشرق الأوسط زيادة ولا لا بالعكس تتوقعون في أوروبا ممكن سنكون زيادة في أصول زيادة في الصغرف الإسلامي أظن بدون شك والله أعلم طبعا ستكون زيادة والزيادة يعني بشكل جد جد مهم وجد كبير لأنه لعدة أسباب أولا نشهد حاليا بدء الصيرفة الإسلامية في بعض الدول التي لم تكن في السابق حتى مثلا كما قلت في المغرب أو في بعض الدول في وسط آسيا أو دول مثل إفريقيا في إفريقيا جنوب الصحراء في أوغاندا في كينيا فيها بعض فيها الآن حاليا فيها الصيرفة الإسلامية في جنوب إفريقيا في سينيغال في كود ديفوار لكن بطريقة صغرى الآن بدأ الاهتمام عندها أكبر في دول مثل كازاخستان مثل تاجيكستان أوزباكستان كل هذه الدول الآن بدأت منذ سنة 23-24 بدأت تهتم بهذا الموضوع وسنرى أنه بدأت تنشئ بعض المؤسسات للتمويل الأصغر الإسلامي أو المؤسسات الإجارة الإسلامية يعني هذه دائما في عدد من الدول تبدأ بهذه الطريقة في الدول القائمة هناك بعض الدول يعني ممكن لها أمكانيات للنمو بطريقة كبيرة كبيرة مثلا دول في اقتصادات كبرى مثل مثل مملكة عربية السعودية مثل توركيا مثل اندونيزيا دول ثلاثة من دول العشرين جي توينتي كلها في مملكة عربية السعودية قطاع مصرفي الإسلامي يعني كبير حاليا ولكن رغم ذلك في فرص للنمو أكبر في اندونيزيا وماليزيا رغم أن هي دول مسلمة طبعا اندونيزيا أكبر الدول مسلمة في العالم لكن القطاع المصرفي الإسلامي ما زال ضعيف الآن يعني وفي عدة مؤسسات ليس فيه يعني في بعض التحديات في توركيا أقل من 7-8% ممكن السعودة الإسلامية هناك مع أنه دول اقتصادها قوي يعني هذه الدول اقتصادتها قوي يعني الدخل متوقع أنه تكون صرف إسلامي أكبر نعم الحجم هذه كون دعا حجم الدول الأخرى في الكم يعني عدد من الدول صغيرة بدأت كما قلت وسط آسيا وجنوب الصحراء في إفريقيا سوف يكون لديها أكبر مثلا أقول 15-20 سنة في إفريقيا ستكون ممكن الوجهة الأولى أنها أكبر عدد تنوع كذلك في المنتجات الآن هناك ليس توازن بين القطاع المصرفي قطاع التكافل يعني التأمين و إصدارة السوق أو سوق المال يعني ليس هناك توازن الآن وهذا توازن لازم يكون ونلاحظ أنه هناك اهتمام أكبر من عدد من الدول في إصدارات للسكوك في السنوات يعني نكون متفاعلين أكثر يعني ممكن نشوف مستقبلا نحن نشوف أن البنك الدولي أو يعني هذا البنك هو يمثل قطع تجاري مصرفي ممكن نشوف سنة من السنوات أنه أكبر منظومة مالية كبيرة جدا تمثل الصيرفة الإسلامية بحجم البنك الدولي بحجم صندوق النقد الدول هكذا يعني هكذا توصل منظومة مالية تعنا بالصيرفة الإسلامية بحجم هذه المؤسسات المالية الكبيرة أقصى البنك دولي صندوق الدول ممكن هي موجودة الآن هناك البنك الإسلامي للتنمية البنك الإسلامي للتنمية هو بنك عمليات الإسلامية هو يرعى كل هذه المنظمات كما قلت أنا أقول بحجم يعني نحن نكون مدفائلين عرف موجودة بزيادة طبعا في الحقيقة هم يشتغلون على هذا موضوع نحن عندنا عدة مشاريع اشتغلنا مع البنك الدولي حول الصيرفة الإسلامية الصندوق النقد الدولي كان وراء تأسيس مع البنوك المركزية مجلس الخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا كان هو لدعم تأسيسه من الأول يعني هناك شغل مع هذه المنظمات التعاون الهدف هو أنه اعتبارية هي التجارة والأقصى لا يقف عندها تجارة معين عندها تجارة معين وقطع بعيني صح أنا عرف وشفت اهتمام كبير جدا مو بس في العراق حتى بدول المنطقة والإسلامية أكو اهتمام بالصيرفة الإسلامية بدعم التغيير المناخي يعني دعم النشاطات التغيير منها هذا اليوم هذا القطاع أصبح جل اهتمام كثير من المؤسسات المالية الكبيرة باعتبار اليوم التغيير المناخي هو تهديد حقيقي لكل الدول أن كل تجارة تحتروح إذا كان هناك تغيير مناخي كل تعاونات عدرو شون اللي يسوو ته الصيرفة الإسلامية أو خنقول المجلس العام بالنوق إسلامية تجاه دعم نشاطات أو واجهة التغيير المناخية طبعا أظن هذا الموضوع الآن أصبح حتمية يعني أصبح لما بدأنا نتكلم منذ عدد سنوات عديدة يعني سبع ثمان سنوات بدأنا نتكلم عن التنمية المستدامة وموضوع الحفاظ على البيئة أو التغييرات المناخية وتأثيرها على القطاع المصرفي وعلى الاقتصاد في الأول كان هناك بعض يعني كما كيف أقول ممكن عدم الاهتمام أو اهتمام أقل من قبل القطاع المصرفي ما كانوا يشوفوا أنه يعني لدينا دور ممكن نلعبه أو هذا شيء يهمنا يقول لسنا لسنا بالحكومات هذا هو الحكومات يجب أن تشتغل عليه وتعمل الآن نلاحظ شيء مختلف يعني تم إنشاء في إطار المجلس العام مجموعة عمل لاستدامة وبدأنا نشتغل على عدة مواضيع تخص هذا الإطار ولاحظنا حتى دوليا المعايير تتغير منذ سنتين أو ثلاثة تم إنشاء ما يسمى بالنسبة ل أو شبكة البنوك المركزية لتخضير القطاع المصرفي وهذه الشبكة الآن أصبح فيها أكثر بدأت بثلاثين أو أربعين بنك مركزي أصبح الآن فيها ممكن أكثر 120 جل البنوك المركزية تشتغل عليها لي يدرسون يدرسون الآن التغيرات المناخية طبعا هي عندها تأثير على المجتمعات على الاقتصاد على كل شخص اللي أكثر الآن لديها تأثير حالي ومستقبلي أكثر على القطاع المصرفي لأن أنت تعرضك للقطاعات الاقتصادية أي تعرض عندك وكيف ممكن تتعامل معه فهذا الإطار في إطار مجموعة تعمل الاستدامة التي أنشأنا أصدرنا دليل حول الاستدامة في المصارف الإسلامية وشأن في كيف يعني بدرجة بدرجة كيف نشتغل خطوة بخطوة لجعلها بطريقة ممنهجة في قطاع المصرفي الإسلامي وبدأنا الاشتغال على دليل لحساب بصمة الكربون في المؤسسات المالية الإسلامية والمصارف الإسلامية ومحافظ المصارف الإسلامية وسوف يتم إطلاقه الآن في الأطراف الأخيرة منه سوف يتم إطلاقه في الأسابيع المقبلة إن شاء الله سوف يساعد تقريبا هذا يساعد أن على الأقل البنك مثلا ممكن لكي لإدارة بصمة الكربون وتعرضك للتغيرات المناخية لازم تعرف ما هي حالتك ما هي ما هي مسائل تقنية نسميها سكوب 1 سكوب 2 سكوب 3 أو نطاق الواحد ثاني ثالث من الإنبعاثات الكربون التي تسببها مؤسستك في عملها أو في التمويلات التي تقوم فيها أو في تعاملها مع كل المشاريع هذه يعني خطوة أولى لازم تعرف أنت حالك ممكن تتعامل مع هذه التحديات وكما في هذا الإطار كان لدينا اشتغال مع منظمة الأمم المتحدة أو مبادرة تمويل حول إيجاد ومجدنا أصدرنا في أكتوبر الماضي في أسبوع تغيرات المناخية في الرياض دليل مع البنك الإسلامي للتنمية ومع منظمة الأمم المتحدة حول كيفية التعامل مع تغيرات المناخية في القطاع المسرفي وأعطينا بعض المبادئ الإرشادية لتطرق لهذا اليوم الرقمنة المالية أو الذكاء الصناعي أو نظام الدفع الإلكتروني أصبح هو الجزء لا يتجز أو ربما هو الكل بالتعامل المصرفي على عمل التمويل اليوم الصيرة في الإسلامية هي ما قلنا ولدتي ولدت اللحظة لكن هذا التطور الكبير جدا بالرقمنة الرقمنة المالية أكو جانب آخر يتعلق بعملات مشفرة وين هذا موقع الصير في الإسلام هذا الجو الرقمنة المالية عملات مشفرة ذكاء صناعي دفع الإلكتروني هذا طبعا موضوع مهم هذا موضوع وجودي حبيت أن أقول يعني منذ شوية وقت كنت أتكلم مع واحد مدير تنفيذي من المنظمات من المؤسسسات الأعضاء ونتكلم على التحولات الرقمية وتأثير التكنولوجية والفينتك ومؤسسات صغيرة التي تدخل في إطار عمليات البنك أو مؤسسات أخرى تدخل في هذا القطاع وتبدأ شوية شوية تأخذ بعض حصص العمل وقال لي أشكر عليه قال في السابق كنا كمؤسسات مالية نستخدم التكنولوجيا قال الآن أصبحنا كمؤسسات تكنولوجيا نشتغل في القطاع المالي المعادلة تغيرت الآن ولذلك عدم الاهتمام بهذه الأشياء مسألة وجود أو بقاء أو لا في المستقبل الدكاء الاصطناعي والأتمتة لتسهيل عمل العملاء أو الكفاءة في التعامل وفي التشغيل كفاءة تشغيلية لازم تكون وفي المصارف الإسلامية هناك ممكن تفارق أو تباين بين الدول وبين بعض المؤسسات الكبيرة أو الصغيرة لذلك أنشأنا مجموعة عمل حول الابتكار والتكنولوجيا لندرس الأشياء ممكن دائما تكون تدعو هل أريد اليوم أو محاولات لإبراز الصيرف الإسلامية في شيء متميز أو شيء فريد من نوع بهذا الجانب الذي أقصد جانب الرقم المالي والدفع الإلكتروني ممكن حتى تعرف أن الصيرف الإسلامية هي تسابق الزمن مع المصارف التجارية فإذا أرادت أنه تتميز أو تكون فريدة من نوعها هو تكسب زبائن جدد وتكسب ثقة أكبر لعد المؤسسات المالية والدول غير الإسلامية لا تبتكر في شيء جديد ومميز ضمن هذا الجو أقصد ضمن النظام المصرفي المالي الرقمنا والنظام تعمل هل تعمل المصارف الإسلام من أن تقدر؟ لا أظن خدمة العملاء هذا شيء من أهم الأشياء الذي يجب ودعا أقول دائما لمؤسسات الأعضاء أقول لا يجب أن نقتصر على كوننا بنوك ومؤسسة مالية إسلامية ونقول أوكي لا لا مثل تركيا أو دول كوبران تتشتغل مع بنوك هي بنوك دولية مستقرة هناك لازم يكون عندك خدمة عملاء جديرة بالعملاء لا يكون فيها تنازل لا يكون فيها لازم يكون خدمة عملاء كبيرة وهذا أظن في عدد من الدول أظهرت البنوك الإسلامية عندها عندها إمكانيات وقدرة ما عندها إمكانيات وبإضافة إلى الطلب هناك عدة تجارب حتى في الرقمنة في بعض البنوك الإسلامية الآن هي تقريبا مئة بالمئة رقمانة مالية رقمانة مالية بسؤال أخير حتى أختم الحلقة نضيق الوقت اسمع لي العملات المشفرة تعرف هذا أيضا هذا الجو أو هذا الجانب أخذ حيث كبير جدا من النظام المالي العالمي بتكوه وخواتها فهذه العملات المشفرة شون جول المصارف الإسلامية أو المؤسسات المالية ممكن تتعامل بهذا الجو وهي هذا النظام باعتبار أنه تعرف أكب أشارات علي مو بس عد العراق أكب دول ثانية أو حتى وسط المرحة تجريم العمل بالعملات المشفرة نظرة موحدة حول الموضوع في الحقيقة لا نسميها حتى كما البنوك المركزية أو المنظمات التولية لا نسميها بعملات رقمية أو عملات مشفرة هذه أصول لا تفي بكل شروط للعملات لا البيتكوين ولا ما يشابهها أصول مشفرة موجودة طبعا من الناحية الشرعية لا يوجد حاليا رأي الشرعي موحد حول هذا الموضوع ولكن حتى في القطاع المصرفي التقليدي البنوك التقليدية لا تتعامل حاليا بالبيتكوين أو بطريقة قليلة ممكن الشيء المهم لأظن عنده أهمية أكبر ونتحدث مع البنوك المستهد المالية الإسلامية والأعضاء وغير الأعضاء وهو العمولات المشفرة التي تصدر من قبل البنوك المركزية هذا سيكون لديه تأثير على العمل المصرفي عموما وممكن يكون بعض التأثير على القطاع المصرفي الإسلامي بنفسه يجب التحوط قبل إنشاء هذه العمولات هو ليس موجودا حاليا بشكل كبير في كل الدول هناك في بعض المناطق أو بعض الدول تجارب محددة لكن بدأنا كذلك أصدرنا موجز حول هذا الموضوع بحث حول هذا الموضوع نذكر الأشياء والنماذج المختلفة المستعملة في عدة مناطق وعدة دول وهذا أظن ممكن يكون عنده ممكن هو سيفدو حتين ممكن يسهل أو يساعد في أي عملية مالية في مثلا شمول مالي يسهل ويساعد أكثر ممكن في أشياء أخرى يكون عنده بعض العقابات وبعض التحديات طبعا هي لكل دولة لكل دولة يعني بالختام حتى ما أخذ المساحة الأكبر لكل دولة هي نظرة إلها معينة بتشريعاتها وبقوانيها لكل أنظمة المال بما فيها العملات المشفرة بيتكوين وغيرها هي لها خصوصية مثل العراق يقول لك اليوم أنا ما عندي تشريعات وقواني تلزم التعامل بالعملات المشفرة لكنه لا يمنعها بشكل كبير جدا لكن يقول لك في حال وجود تشريع ونظام مال ممكن أنا أفكر بيدراستي صراحة أن عندي كثير من الأسئلة لكن ضيق الوقت يسمح لي أن أختموياك اليوم أصبحت نكون واقعين لصيرفة الإسلامية مثل ما قلت حضرتك أنه في تقدم مستمر وسريع جدا بتطور مالي نظام مصرفي عالمي سواء بالعلاقة أو بالدول المنطقة أتمنى لكم كل التوفيق بمؤسستكم الراعية لكثير من هذا النظام الإسلامي النظام الصيرف الإسلامي ونتمنى أنه التطور أيضا هنا في العراق اليوم العراق يحتاج لهذه هذا القطاع المهم جدا لتعاملاته المصرفية ونحن كما ذكرت نشهد ولله الحمد استقرار مالي وسياسي واقتصادي فبحاجة لهذه القطاع الشكر لك سيد عبد الله العتيق الأمين العام للمجلس العام لبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية شكرا لحضرتك شكرا لوقتك وشكرا للموصولكم سادتي المشاهدين حتى نلتقيكم بحلقات أخرى إلى ذلك الوقت في أمرنا شكرا لك